بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحباتي الكرام أهلا بكم في قناة وصفات ويوميات أم ريانة اللهم اجعل هذا العمل علما ينتفع به اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك زي ما انتوا شايفين كده النهاردة هنعمل صنف كلنا بنحبه وهو السجوء السجوء الشرقي يا جماعة من الأكلات الجميلة جدا ومكوناتها بسيطة جدا ما بتاخدش وقت أهم حاجة بس تكوني جايبة السجوء من مصدر موسوك منه بإذن الله زي ما انتوا شايفين كده أنا محتاجة أدعموكو محتاجة أن انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لأي وصفة بنزلها عشان دايما أنزل كل جديد يا جماعة فعلوا زر الجرز يا جماعة ياريت لو الاشتراكات على طول هحتاج إيه في الوصفة بتاعته النهاردة طبعا السجوء زي ما احنا شايفين السجوء طبعا البلدي بتاعنا هحتاج التوم الكزبرة النشفة بصل متقطع شرايح فلفل ألوان متقطع شرايح طماطم ويجما بحبش الطماطح حطها بإشراها بحبها مبشورة هي أحسن طريقة للسجوء هحتاج توابل وهانزكرها في آخر الفيديو إن شاء الله هقولكو عليها أول حاجة عندي طاصة سخنة على النار هبتدي أحط الزيت بتاعي وطبعا أنا مش محتاجة أقول لكم السجوء ما بيتحطلوش سمنة عشان هيجرمز فلازم أحط الزيت بعد كده هبتدي أنزل بالتوم الكزبرة طبعا يعني لازم أجيب الشوية دول بعد كده طبعا هبتدي أقلب فيه التوم الكزبرة أنا محتاجة أشم رياحة التوم الكزبرة يعني الخطوة ديها جامعة مهمة جدا جدا بتدي ناجهة جميلة جدا والتوم بيطلع الروايح اللي فيه أنا محتاجة بس يصفر يعني أول ما لقي اللون صفري كده أنا مش عايزة يتحمر ولا يتحروق هبتدي أنزل بالسجوء بتاعي فيه ناس يا جماعة بتحب تخسل السجوء بمية سخنة وفيه ناس بتحب تسلقه بس الصراحة أنا ضمن الجزار اللي أنا جايبها منه ده لو غير جزار كنت عملت الخطوة دي كنت باجي بسخر مية من الكتل وقدلق على طول على السجوء لكن أنا ضمن الصراحة الجزار ده فحطيت على طول السجوء وهو لحمة حمرة بالمنظر ده طبعا أنا السجوء هستمر في التقليب فيه لغاية أما شوحه من جميع النواحي ولغاية ماتوم يتشرب فيه مع الكسبرة عشان أحس بالنكهة دي المرحلة دي يا جماعة أنا هسوي السجوء فيها تلات تربع سوى يعني مرحلة إن أنا شوحه ده كده هياخد حقه في التسوية لأن أنا ما أضيف الخضار يعني مش 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 هشوحه كتير أنا عايزة الخضار فيه أرشه عايزة الخضار فيه أرشه عشان الخضار طبعا غلط إن هو يستوي بشكل كامل فهتك على سوى السجوء وزي ما أنتوا شايفين هبتدي أشوحه كويس قوي بالمنظر ده هو طبعا السجوء فيه التوابل بتاعته وكل حاجة بس برضو الجزار ده ما بيقطرش توابل عشان كده أنا حطة ربع معلاء التوابل هقول لكم عليها برضو إن شاء الله بعد كده شيء زي ما أنتوا شايفين كده أنا وصلت المرحلة إن السجوء استوي فيها كويس آآ كده وصلنا تلات تربع سوى للسجوء مع استمرار قرار التقليب بحبهوش مقطع برضو للسجوء هبتدي أضيف البصل أنا بحبش هحط كمية بصل كتيرة طبعا استمرار في تقليب السجوء تمام طبعا السجوء يعني لازم يتاكل سخم عايزة تكليم مع مكارونا عايزة تكليف فينو عايزة تكليف عيش طبعا دي معلومات بديهية هضيف فلفل الفلفل يا جماعة خاصة الفلفل أحمر فيه فوايد فضيعة هو أنتي أكسيدنت للجسم الفلفل اللي أخضر فيه كالسيوم فيه ماغنيسيوم يعني حاولوا تضيفوا الفلفل لأي أكل في أكلكو هجيب طبعا الهربانة دي هبتدي أشوح الخضار مع السجوء مع البصل وطبعا عشان الخضار هياخد الكارملايز اللي تحت ده هبتدي أقلب باستمرار عشان ممكن يتلسع في أي وقت لو سهيت عنه هحط طبعا التوابل وهعرفك ونحط إيه ربع معلقة من التوم البودر ربع معلقة من الفلفل أسود ربع معلقة من الجنزبيل البودر ربع معلقة بابريكا ربع معلقة توابل لحم ملح وكمون دي حاجة ترجع لك التوابل بس ما تحاولوش تحطه أي حاجة زيادة عن كده عشان ما يغيرش نكهة السجوء هبتدي طبعا أشوح كل الكلام ده مع بعض التشويح الصراحة أنا بحس هو اللي بيدي نكهة حلوة للسجوء وما تحاولش توطي النار لازم يتعمل على نارة عالية عشان هينزل الدهون والسوائل اللي فيها هتلاقي للسجوء بقى مية هضيف بعد كده طبعا الطمط المبشورة هي اللي هتجمع لي كل المكونات مع بعض بالمنظر ده بقلب الطماطم عشان طبعا الطماطم بتتلاسع تمام كده عندي كل المكونات اتجمست مع بعضها وطبعا السجوء يعني تقليب بالنسبالي كده تمام هسيب على النار السجوء هغطي عليه وهسيب النار عالية هسيبه السبع دقايق بس سبع دقايق مش اكتر من كده هو كده اصلا مستوي بس انا عايزة الخضار ياخد من طعم السجوء والتوابل وكله هنا يا جماعة طبعا بعد مستوى انا طبعا كنت طفي عليه فهو شكله بارد يعني الله ما صلى على النبي جميل اللهم بارك بالهنة والشفاء لله هيكله بتنسونيش يا جماعة في الاشتراك في القناة والدعم واللايك والسبسكرايب ويا ريت ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وبالهنة والشفاء